جلد سمك سحري للعلاج الحروق في نوع سمك محدد اللي بيستخدمها انا حنقول اسم السمك هذا ماشي اي سمك لا لا سمك واحد اللي اكتشفه في البريزيل انه بالجلد التاعو يشافيه العلاج الحروق وطريقة مؤكدة بدأوها البريزيل منذ سنوات يديروه يعني يحكمو الجلد التاعو يقطعوه كيكون انسان محروق بزاز يديروه لفتلاف الضمادات وليكم بخاس وادوك اللي نديروه ونغموه الجرح هما ويش يديروه يحكمو هاداك جلد التاع الحوت ويديروه فوق هاداك حروق ووالا فوق الحروق ويخليوه قالوك شكون طبيب الاعصاب في جامعات سيراء الاتحادية في البرازيل في ليبي روشا قال انه جلد السمك هذا افضل من الضمادات هو ليأكد المعلومة وفيه مواد تفاعل بسرعة مع خلايا جسم الانسان وكان بعض العيادات فهاوليك السمك هذا هو وسموه سمك البلطي ديجا نعم معروف سمك البلطي والله هذا هو عيش في البيحار ولا في الويديان هذا اهنا قسمته في البيحار بلا كاين منه في الويديان بلا كاين منه بلا كاين منه يتسلمت قبل امور سيجيتائي باسك ما أبقى عليش لاحس من فضلكم بعض العيادات في البرازيل ولا تستخدم هادا السمك يعني كتشوف كلينيك تديه تستخدموه تما صحراه إفيكاس والصحف علاج مفيد للإنسان من حاجة واحدة واخراء بشكل ولو يستعمله بشكل متزايد بزاف لعليش باسك قال كفيت نسبة الكولاجين اللي تشبه البروتيني مدوفت في الإنسان ذنك بهذاك الكولاجين اللي فيه ويحطه في جسم الإنسان تساعده وتمتصله كلش هذيك الجروح يعني التشابه بين البروتين تعل الإنسان و هذي الكولاجين يخلي الشفاء تعل الجروح ولا الحريقة تمتمي يبراياك اكزاكتما هذا الرقيق سناقضرنا قاطعه في هذا الآواني الأخير وضع السبع من 300 شخص العلاج جائده Alongar بأكد كانت طبيب روشة طبيب الجلد يعاب اللي مور الحروق هذوك كيف ينحيو هذيك الجلد؟ لا بتعوتو لي كما كانت، ما تلقى شيسي كاتخيز